مازالت بابا فانجا المعروفة بلقب العرافة العمياء بتثير الجدل حوالين تنبؤتها اللي أطلقتها قبل أكتر من 24 سنة ومازالت محل إخلاف بين المؤيدين والمعارضين وبيزيد الغمود من شخصية العرافة البلغارية عن فقدانها لبصرها في سن الـ 12 سنة واختفاقها لفترة أثناء هبوب عاصفة قوية وأصبحت بعد ظهورها تاني أدرى على توقع المستقبل لكن اللي تنبأت بيه العرافة عن سنة 2022 لو حصل فده هيكون بيتوقف عليه البشرية هفتح الودع وأرطس الجدع وعمل حجاب مسحور لو شافوا الأمر ما يدور بالطريقة دي نصب مدرس الفلسفة اللي قام بدوره الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم البيضة والحجر مستغل زكاؤه وجهل المجتمع لغاية ما أصبح رجل معروف واثري من خلال نصبه على كتير من الناس وبيرجع ده للفضول اللي في طبيعة البشر وأصبح التعرف على علوم التنجيم واللي بتدعي التنبؤ بالغيب حاضر بقوة في بعض المجتمعات فالكل طواق لمعرفة إيه اللي هيحصل في العالم المتقلب ده وفي نهاية كل عام بيفضل الناس قدام الشاشات لمتابعة ما يسمى بالعرفين والعرفات ورغم إيمان البعض منا بكذب اللي بيقوله المنجمين بشأن ما يتعلق بالمستقبل إلا أننا برضو بنحب نجرب ونتفاعل مع الموضوع من باب التسلية والأيام دي بنشوف ظهور وانتشار توقعات العرفين والعرفات واللي من أشهرهم العرفة البلغارية بابا فانجا واللي حيارت العالم على مدار سنين بتوقعاتها الغريبة والمحيرة سواء اللي اتحقق منها بالفعل أو حتى اللي ما تحققش ورغم مرور 24 سنة على راحلها اللي كان في سنة 1996 إلا أن لسه توقعات العرفة البلغارية الكفيفة الشهيرة بابا فانجا بتثير الجدل بين مؤيدين بيعتقدوا في صحة كلامها ومعارضين بيكذبوها طب مين هي العرفة العمياء دي؟ تعتبر العرفة العمياء أحد أشهر المنجمين في العالم وليها كثير من التوقعات اللي حصلت بالفعل بعد سنين من وفاتها واسمها الحقيقي هو أنجلينا جوشتيروفا وسبق وتنبقت بتفكك الاتحاد السوفيتي وهجوم 11 سبتمبر في 2001 بالإضافة لكارسة تشيرنوبل وبلغت صحة توقعاتها 85% رغم وفاتها في سنة 1996 بالمناسبة هي تولدت سنة 1911 في مقدونيا وتوفت في 1996 بعد إصابتها بسرطان الثدي ونشأت في مزرعة وفقدت البصر بسبب عاصفة ترابية واشتهرت العرفة بالقدرة الخارقة على التنبؤ وقال معجبيها أن معظم توقعاتها بتحصل لحد النهاردة كمان ادعت بقدراتها على الشفاء وجذبت حواليها آلاف المعجبين بيها وزارها كبار القادة والشخصيات والعمة وتم تحويل بيتها لمتحف وتم فتحه للزوار في 2008 ومع حلول السنة الجديدة 2022 بعد أيام فيه توقعات كثير بيترقبها الملايين حوالي العالم خاصة بعد الأحداث المأساوية والكوارث الطبيعية اللي حصلت في سنة 2021 من انتشار للفيروسات والأوبئة وموجات من الطقس السيء وده اللي خلى سكان الكرة الأرضية بيأملوا في عام أفضل لكن صدمت العرفة العمياء الكل بتوقعاتها المأساوية اللي بينتظرها كوكب الأرض في العام الجديد 2022 وسبق وأكدت من سنين أنه مش هيكون زي اللي سبق لكنه هيكون مختلف على الإطلاق وهيشهد الكتير من الأحداث اللي هتغير مصير البشرية وكشفت المنجمة البلغارية بافافانجا عن توقعاتها لسنة 2022 وتنبقت بأن العلماء هيكتشفوا فيروس قاتل في الأنهار الجليدية في سيبيريا والفيروس هيكون محتبس ومتجمد لكن بسبب الاحتباس الحراري هينتشر في الأرض وهيشكل تهديد خطير كمان اعتبرت العرافة العمياء أن عام 2022 هيكون عام الكوارس الطبيعية والتقص القاسي وقالت أن الظواهر الطبيعية هتخلي حياة البشر مستحيلة بسبب الأعصير والفيضانات والحرائي والزلازل كمان هتشهد الولايات المتحدة الأمريكية دوامة من الجليد المرعب أما في الدول الإسكندنافية فهيحصل ارتفاع شديد في درجات الحرارة وأوروبا هتتأثر بشدة بسبب الفيضانات وأما أستراليا فهتعيني من موجات مستمرة من الحرائق ونتيجة لكل اللي سبق هيفقد ملايين البشر حياتهم وهينتشر الجراد في العالم علشان تواجه البشرية الجوع والفار بالإضافة لإصابة الأرض بالجفاف في مواردها المائية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري كمان كتير من التوقعات ما زالت في خزانة العرافة البلغارية ما تحققتش زي ظهور حياة على كواكب مختلفة عن الأرض وتواصل أهل الأرض مع علماء روحانيين وظهور مرض غامض بيصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وانهيار الاقتصاد الأوروبي ومحاولة إنهاء حياة الرئيس الروسي فلاندمير بوتن والتواصل لعلاج لمرض السرطان اللي حير البشرية لسنين والاعتماد على الطاقة الشمسية وتوقف إنتاج البنزين بالمناسبة سبق وتنبأت بابا فانجا بكوارس يشهدها العالم في 2021 بأن فيه تنين هيسيطر على البشرية في إشارة للصين وتعازم قوتها التكنولوجية والصناعية وهو ما ربطه البعض بالصاروخ الصيني لأطلقته الصين وفقدت السيطرة عليه وفض الحديث العالم لكذا يوم خوفا وترقبا من سقوطه واحتمالية تدميره للمنطقة اللي هيقع فيها قبل ما يقع الصاروخ بالفعل في المحيط الهندي ترجمة نانسي قنقر